مرحبا بكم مجددا أينما كنتم وتحية خاصة إلى الجالية العربية بدول المهجر لو حصل أي غياب هناك مباررات أكيد يعني تعرفون ظروف كورونا الاقتصاد واقف كل أشغال أقفلت يعني أنا لم أدفع فاتورة الواي فاي والإنترنت لشهرين أو ثلاثة نتمنى أن تتحسن الأوضاع والظروف في الأيام القادمة لو غبت أعذروني فعلا لكن القضية مستمرة وأخبار تتواجد على الإنترنت الخبر الذي يدعو إلى الاستنفار والشمئزاز ربما والرعب والرهبة في نفس الوقت أخبار تروج أن سوشان تم تعذيبه قبل القتل ونشر الفيديو لايف كان يبت بطريقة ببت مباشر وحي عبر دارك ويب دارك ويب هي وموقع يعني توضع فيه الجرائم مباشرة يعني أنا لم أشاهده يوما صراحة وصعب الولوج إليه يعني هناك شروط معينة للولوج إليه لكن أن يكون قد حصل هذا الموضوع فعلا شيء رهيب رهيب جدا جدا أشعر بطاقة سلبية حين أتخيل المشهد أمامي وفعلا كما قلت لكم كمية الغل والحقد التي كانت على الشخص تبرر هذا الفعل يعني عدب أكيد وفعلوا بها أشياء كثيرة أترفع عن ذكرها ربما قلت سابقا بعض الأشياء لكن لن أعيدها البت كان مباشر وشهده كما قيل كل نجوم بوليود شهدوا تعذيب سوشاند قبل القتل كمية الغل والغير لكن هل هذا الموضوع صحيح أم مجرد إشاءات الله أعلم أنا نقلت ما سمعت ما يروج لكن ليس مؤكدا لكن تعذيب والقتل تم أكيد أما فيما يخص الضغوطات والاضطهاد والتهديدات التي تتعرض إليه كان جنا رانوت أنا لا أهتم بالأمر كان جنا أجدها فقط تسوق لنفسها عبر هذه القضية أو تصفية حسابات سابقة لها في بوليود لاي لا أجد ذلك التضامن الشديد مع سوشاند مئة بالمئة لو كنت متضامن فعلا كنت ذكرت القتل في الأول في الأول حين تضامنت قلت فقط لقد أجبروه على الانتحار حين أقصوه وكانوا لا ينجحون أفلامه ويبعدونه عن بعض الأدوار أجبروه على أن ينتحر لم تقولي قتله كنت تقولين أنه انتحر رغم أن دلائل القتل كانت واردة وموجودة بقوة كان ممكن أن تصرحي بالقتل دون ذكر الأسماء ليس ضروري أن تذكر الأسماء قولي قتله لم تصرحي بالقتل تبنيت فرضية الانتحار لكن قلت همش سبب في أنهم أدو به إلى الانتحار تصفية حسابات أكيد وترويج لإسمك ترويجين لإسمك أنا لا أثق في كانغنا لا أجدها جرأة ليس الجرأة لو كنت جريئة لقلت في الأول أنه قتل بالمناسبة لماذا لم تذكري ولو يوما واحدا في تصريحاتك ماهي شبهات أو توجه أصابع الاتهام له لماذا اشتغلت معه قبل أليس كذلك في فيلم الذي صور حياة بارفين بابي التي كانت أصلا ضحية لمهي شبهات وتذكرين حين ماهي شبهات وأخوه موكيش رشقوك بالنعال على الملأ يعني كانت فضيحة يعني لا أثق في كانغنا دمتم بألف خير وتحية لكم ونلتقي حين يأدن رب العالمين إن شاء الله على فكر أتساءل هل ماهي الشيتي أيضا تم استدعائه الذي في الصورة ويدعي أنه صديق مقرب لشوشانت أشك فيه كثيرا ماهي الشيتي يقال أن الشوشانت تصل به قبل وفاته ولم يرد عليه ترجمة نانسي قنقر